أستاذ كريم بما أننا بنتكلم بقى عن القطاع الخاصة بنتكلم عن المستثمرين أجانب ومحليين وحدك بتقابلهم بشكل كبير ومتواصل انطباعات المستثمرين الجدد أو الناس المستثمرين عموما على الإصلاحات الهيكلية اللي بتتم في مصر طبعا خير وشكرا على الدعوة الكريمة وشرف لي أننا نكون هنا النهاردة الحقيقة احنا بطبيعة عملنا كيمكن أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة فاحنا بنتعامل بشكل مستمر مع مستثمرين أجانب كتير بيبصوا على فرص استثمارية في مصر والحقيقة أننا كانت رد فعلهم على الإصلاحات الأخيرة إيجابية للغاية وده شفناه في دخول استثمارات غير مباشرة في أزون وسندات الخزانة المصرية بأرقام ضخمة للغاية وكمان في أسعار السندات المقاومة بالدولار اليورو بونز اللي زادت بشكل كبير جدا خلال الفترة اللي فاتت أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر فيمكن احنا فيه بجانب كتير من المشروعات اللي تم ذكرها وجانب مشروع رأس الحكمة في مشروعات أخرى كتير بتدرس النهاردة لكن في رأيي الشخصي أن يمكن أحد الأساليب لتسريع وطيرة الاستثمار القطاع الأجنبي هو زيادة نشاط القطاع الخاص المصري لأن لما المستثمر المصري بيبتدي يستثمر ده بيدي أكبر رسالة طمأنينة للمستثمر الأجنبي على أفاق النمو في البلد طيب كونه عامل جذب مهم بالنسبة للاستثمار الأجنبي إزاي نقدر نقيس ردة فعل القطاع الخاص المصري لبعض الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة طبعا فيه مؤشرات كتيرة ويمكن مش كلها متاحة لنا النهاردة لكن المؤشر اللي احنا بنتابعه يمكن على نحو شهري هو مؤشر مدير المشتريات البياماي اندكس اللي وصل في مايو إلى 49.6 نقطة ويمكن ده أقل بشوية صغيرة عن الخمسين نقطة اللي بيعتبر فيها المستثمر أن القطاع الخاص في أي بلد حوالين الدنيا يتوسع اللي أن دي أعلى إراية للمؤشر دوت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ويمكن تبقى بداية مبشرة نتمنى أنها تستمر فتوقعنا أن معدل التضخم حينزل ومعاه إن شاء الله سعر الفايدة حتبتدي تنزل الفايدة المحلية حتبتدي تنزل ومع استكمال الدولة لمشروع الإصلاح الاقتصادي نتمنى أن احنا نبتدي نشوف المؤشر دوت بيطلع فوق الخمسين نقطة شهريا ومعاه تبتدي تزيد حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال الفترة القادمة شكرا جزيلا شكرا لحضرتك